عند ديها نقف لحظة بس خد بالك وإحنا بنتكلم في ده إحنا بنتكلم كمان على أنه الناحية التانية جوه عندنا هنا في مصر الناحية التانية دي يعني عند محور قناة السويس المنطقة الاقتصادية مصر بتشتغل على مصنع ضخم جدا لإنتاج الهايدروجين الأخضر عندما نتحدث أو عندما يتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء البلجيكي في نفس دات الموضوعات اللي بتحصل هنا دلوقتي في مصر على الصعيد التنموي والاقتصادي ده معناه أن الاقتصاد المصري بعافية إزاي؟ وما البصنع بعمل مصانع لإنتاج طاقة بتاعة الهايدروجين الأخضر علشان نعمل بيها إيه يعني؟ نشتغل بيها تريكو لا والله بتكلم بجد يعني حسنا بنعمل مصنع للفايبر أوبتيكس علشان نشتغل بيه تريكو أو مصنع للهايدروجين الأخضر علشان نعمل بيه كروشي أو بعمل مناطق ومجمعات صماعية ضخمة علشان إيه؟ كنفا تسالي يعني بنتعلم شغل الإبرة عن طريق مصانع ومناطق اقتصادية عملاقة العالم بيبدي استعداده وحمسته أنه يخش يستثمر فيها فييجي واحد تافه يقولك أصلا الاقتصاد المصري بعافية ينهر بيض والله العظيم قادر أصدق أنا بص طب هقولك على حاجة ما بقاش عندي مشكلة الإخوان يقولوا اللي هم عايزينه أنا بقى في عندي مشكلة حقيقية من باب الإشفاق على اللي قاعد لسه بيسمع الكلام ده ويردده وأنا متأكد إنه مش إخوان ولا حاجة بس أزاي بقولكم ده أكيد في عنده مشكلة إدراك ده عنده مشكلة زهنية حقيقية ده لازم بقى نفضل نتبناء في برنامج معاق يعني برنامج لتنمية مهاراته الإدراكية بتكلم بجده هو مش معقول يا جماعة المنطق مش كده ربنا سبحانه وتعالى عارفوه بالعقل طيب تعالى نكمل